سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا هنا سوف يحل النظم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الفيديو التاني اللي هنحل فيه اسئلة كتاب على قاعدة وش. لو انت ما سمعتش الفيديو الاولاني على فكرة كان فيه خمسة واربعين جملة موجودين قبل ده. وموجودين تحت في الوصف لو انت ما سمعتهمش هزهروا قدامك دلوقتي حالا عشان شاشا فوق اضغط عليهم وسيفهم واحفظهم. يا ريت قبل ما تبدأ معي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وادعمونا. تعالوا نبدأ في رقم ستة واربعين علشان ما نكترش في الوقت. في ستة واربعين لك يا ريتني كنت مهندس حقيقة انا لست مهندسا. طيب السؤال بقى. انت بتقولي الامنية هنا زمانها ماضي بسيط. ده معناها ان الجملة الاصلية كان زمانها مضارع. طيب لو الامنية زمانها ماضي تام ده معناها ان الجملة كان زمانها ماضي. طيب لو الامنية يبقى ده معناها ان الجملة الاصلية كانت مستقبل. المهم نقلب الموضوع تاني هنا وير مسبتة فانت لازم تاخد الناحية التانية منفي فعشان كده هتقول ايام نط. سانيا لو انت ترجمت بالعرب يقول لك اتمنى لو انني مهندس حقيقة انا لست مهندسا. سبعة واربعين. بقولك يا ابن المفروض ما كنتش تعمل الخطأ ده اللي سمحك انت عملته ليه? اتمنى لو انك تجنبت القيام بهذا الخطأ. طيب تمانية واربعين بقى يا له من قائد مهمل. اهو طفلون اتنين ماتوا. يا ليته كان حريصا عشان كده هنقول هاتبين. عشان انت بتقول بالعربية يا ليته كان. طيب تسعة واربعين. يا ريتهم بيعرفوا يتكلموا اللغة الفرنسية. بس المهم المشكلة ان هم ما بيعرفوش. ركز كده تنعني معي. بتقول ايه? يا ليتهم يستطيعون. ولكنهم لا يستطيعون. فعشان كده هناخد كد. بس اخد بالك بقى من الجملة دي كده. وغمض عينك كده وركز معي. انت بتقول لا اركز وانت مغمض برضه بتنامش. بقول لك بالعرب انت بتقول يا ليتهم يستطيعون التحدث. طيب افرد هنا بدل كانت هنا يعني ايه? بيرفوضوا ان هم يتكلموا. ده معناه انك هتقول لي زي يا ليتهم يرضوا. يا ليتهم يرضوا يتكلموا. قبلك من دي كويس. طيب يا مستر مش انت قلت لي باخد معا كود والباقي ود. وما انت خدت هنا ليه? لان حضرتك لما ترجمت لقيت الجملة بتعبر عن قدرة واستطاعها لو ما تلخبك اسمع فيديو الشرحة. خمسين بقى. اه جات لك جملة زيها. بقول لك اتمنى ان هما يرضوا يتكلموا يا عم فرنسا وده هما لا يرضون ان يفعلوا ذلك. يبقى معنا كده ان احنا هنقول طيب واحد وخمسين. بقول لك اه اه اي وش اي اي وش اي زات مي فريند وز ان تاون. بصي بقول لك ايه? يا ليتني عرفته ان صديقي كان في المدينة. يا ريتني عرفت انه كان في المدينة. والله كنت راح ازور. يبقى انا اخد هاد نون. طيب اتنون وخمسين. اي وش مور اوثورز از. بقول لك ايه? اتمنى ان الكتاب كتاب اكتر يعني يكتبوا. انت بقى ليه? يكتبوا. يكتبوا دي مضارع ولا ماضي. مضارع. فالامنية تبقى زمنها ماضي. فانت المفوت تلاقي في الاختيارات دي روت في روت. لا ما فيش خلاص خد والمصدر او كود والمصدر فهنا طيب اه تلاتة وخمسين بقى. رجب يتمنى لو انه يعرفه كيف يعزف. يعرفه دي مضارع. اللي هي طب ليه ما قلتش عارفة? ما حصلان مش موجود ده ما ينفعش مضارع تام. ولا ينفع ولا ينفع بعد وش. ولا ينفع بعد وش مضارع. فخلاص يا عم اغمض عينك اختار الماضي. اربعة وخمسين بقى. آآ زي ويش زي بيتر. هما بيقولوا يا ريتنا قدينا بشكل افضل في الامتحان بتاع مبارح. يعني ريتنا عملنا كده مبارح في الامنية ماضي فهنقولها الدن. خمسة وخمسين بيقول لي سارا بتقول يا ريتني ما صرفتش ما انفقتش في الماضي كل فلوسي فعشان كده هنقول ستة وخمسين. اي ويش زي مي وات بص انت بتقول يا ريتهم هيرضوا يخبروني باللي حصل لكن هم مش هيرضوا سوف ولا يرضونا فالجملة كده معبر عن المستقبل وبالتالي هنقول طيب افرد يا مستر. اي ويش زي نقط مي وات هابن بط اي نو زي دونت. والله دونت مدارع فانت كنت هتقول لي نحية التانية ماضي يعني. سبعة وخمسين. بص انت بتقول لي اصدقها ما استنهاش وهي بتقول لي يا ريتهم انتظروني فالمفروض كده المعنى ماضي فاناخد هاد ويتد. تمانية وخمسين بيقول اي ويش اي فرنش يا لتاني تحدثت او اتحدث الفرنسي. يا لتاني اتحدث الفرنسي. اتحدث دي مضارع. فالمضارع باخد له ماضي عشان كده هنقول سبوك. ولو ماليتش سبوك هتلاقي مديك كود سبيك او وكانوا هما الاتنين هينفعوا ساعتها. تسعة وخمسين. شي ويشز شي ابليت يستردي. شي ويشز شي ابليت يستردي. يعني هي بيقول بيقول لك هي تمنت لو انها آآ استيقظت مبكرا استيقظت متأخرة بالامس او ما استيقظتش متأخرة بالامس. المهم ان الموضوع كله ماضي. فالمفروض في الماضي التامي اللي هنا هاد انت جوت ودي الاجابات الصحيحة. دارتها ما صحيتش متأخرا باها. اتمنى لو ان الاحتباس الحلاري يتوقف. يتوقف دي مضارع فالمفروض ناخد ماضي اللي هو مفيش هتلاقي مديك وهدية مكانها ركز في دي كويس لو انت عايز مضارع بسيط. لو الامنية مضارع بسيط فانت بتاخد ماضي بسيط طب مالقيتش الماضي اللي بسيط في الاختيارات هتلاقي مديك او واحد وستين. ابي اتمنى لو انه يمتلكه يمتلكه مضارع فناخد ماضي اللي هي هات. واخد بالك ممكن تلاقيه في الاختيارات من تدي لك هنا طبعا دي يتمنى لو انه كان سيارة ابعد. غلط طبعا. لو انهم تلك سيارة. اتنين وستين. لو انهم يتحدثون الفرنسية اه للاسف هم لا يتحدثونها. يبقى انت هتقول لي زي اللي هي نمبر ايه? تلاتة وستين بقى. راجح هكتلك كلمة دي كتعمي لك عشان يصطادك. وعشان انت تقول دي مضارع فناخد ماضي بسيط ولكنك لو ترجمت هتلاقي الموضوع مختلف. انت بتقول هي تتمنى لو انها استمعت لكلام معلمة. استمع عادي ماضي فناخد هاتلسنت. اربعة وستين. والله من بين الاختيارات دي ما ينفعش غير يا مستر. طب ليه عم اصلي ارضي مضارع? والمستقبل او والد تصريف اول يعني ما ينفعش ناخدها. بس كد تصريف تاني. ليه ما اخدتهاش? ما هو انت بتقول اتمنى ان الاجزاء كانت كانت يعني يعني امتى كان ممكن ناخد كد لو هي كد بي مسلا. خمسة وستين. اه بقول لك يا بقى ركز عشان هلعب لعبتين في الجملة دي. بيقول لك ايه? انا متعب جدا النهار دا الصبح كده انا حاس بالتعب. يا ريتني نمت كويس مبارح. يا ليتاني نمت ومبكرا او كثيرا ليلة امس. يبقى كده المفروض ناخد هاد سليبت. ركز بقى. افرد ان هو بدل كلمة دي جاب لك او 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 في الحالة دي كنت هتاخد لان المعنى هيبقى معناه انا النهار دا تعبان يا ريتني انام كويس الليلة الجاية. خمسة وستين. يا ريت لو لسه ما عملتش لحد اللحزة دي كده لايك للفيديو تلحق تعمل بسرعة. ستة وستين الدراجة بتاعتي تحطمت. يا ليتاني ما عملتش حدسة. يا ريتني ما عملتش حدسة. ما عملتش في الماضي. فعشان كده هنقول هاد انت هاد. طيب. اه وانت عارف ان معناها هيعمل حدسة. اه اه انت بتشاور لي على شوكولاتية محقودة على رف كده. وتقول لي يا ليتاني استطيعوا ان اصل لهذه الشوكولاتية الجميلة اللي هناك دي. ولعابك عم ما يسيب فانت بتقول. وعلى فكرة كان ممكن تقول تمانية وستين. بص وقول لك اخرت القموس وراحت عالبيت يا ريتني ما كنتش قدته لها في الماضي. فعشان كده هنقول هاد انت لند. تسعة وستين. بص يقول لك ايه يا ليتهو يا ريت التليفون بتاعي انا منتظر مكالمة. ومن بين طبعا مدارع ما تنفعش ويل ما تنفعش بعد ده ماضي تام ملوش علاقة بالجملة المدارع اصلا فالاجابة هنا سبعين. اه يا ليتاني زهبتو للسباحة بالامس عشان كده هناخد مع المعنى الماضي بخد ماضي تام. واحد وسبعين. بقول لك يا ليتاني اتمكن من النجاح في الامتحان هذا العين. اتمكن دي مضارع فهناخد لها ماضي. طب ما هو ما فيش ماضي فهناخد اي كود باص. طب ليه مش يا ليتاني اتمكن ولا يا ليتاني اتمكنه. مش يا ليتاني ارضه. فعشان كده اخدنا كود. اتنين وسبعين. اتمنى لو اننا نستطيع ان نتحدث. يعني المفروض ناخد كود عشان الجملة هنا مضارع وما فيش في الاختيارات ماضي فناخد ماضي كود وود. تلاتة وسبعين. ايام ما كانت صغيرة السن ايام زمان يعني بتقول يا ليتاني اخزت ويبقى هاتهات. عشان الجملة امنية في زمان الماضي. بقول يا ليتنا نعرف نوفر او يا ليتنا وفرنا يعني على حسب اللي موجود في الاختيارات. بقول لك يا ليتنا نعرف نوفر للاجازة المقبلة. يعني معنى كده ان الجملة دي مستقبل ولا ماضي. ما في المستقبل ما انت بتقول اجازة المقبلة فعشان كده هنقول كود سيف. طيب رقم خمسة وسبعين. اه الدنيا بارد او الدنيا كانت بارد. الدنيا كانت بارد. يا ليتاني ارتديتو الجاكت او المعطف. عشان كده هناخد هادور. انت بالجملة اصلا كلها ماضي. اخد بالك. طيب اه افرد بقول لك ادنا دلوقتي بارد يا ريتني يا ريتني ارتدي الجاكت مسلا فانت هتقول ستة وسبعين. زم الام بيتتمنى ان الودة يرضى يقعد ساكت يرضى يبطل عشان كده ناخد سبعة وسبعين بقى. اه كمال بيقول لك كمال بيقول يا ريتني ما فاتني الباص بالامس. بالامس يعني فخلاص ناخد ماضي تام هادن توشد. تمانية وسبعين. يا ليتاني اتمكنه يا ليتاني اعرف قيادة السيارة يا موفوض نقول تسعة وسبعين انا مش طويل يا ليتاني الان طويل يبقى ندمن ان هو لم يراجع للامتحان. بيقول يا ليتاني راجعت ومعنى كده ان الجملة ماضي فناخد هاد واحد وتمانين يا ليتاني مضارع فانت عايز ماضي بسيط في الاختيارات او كد ووضو المصدر مفيش مضارع فناخد لان اي مع اي ناخد كد. اتنين وتمانية. بيقول ان اخويا دلوقتي زعلان وعمال يعاية ويقول يا ريتني زاكرت يا ريتني درست الطب يعني هو بيقول يا ليتاني درستو فعشان كده هنقول هادن. تلاتة وتمانين. بيقولك ان هي بتتمنى انها تمتلكو. وقتا اكتر. يبقى المفهود ناخد هاد عشان الجملة ماضي. الامنية يعني مضارع فناخد ماضي. اربعة وتمانين. هي ويشز هي ايبل تو بلاي زا بيانو. يا ليتاني قادرا على لعب البيانو. يبقى هي ويشز هي وير ايبل تو. طب ليه ما ناخدش كد يا مستر? مفيش حاجة اسمها كد. اسمها وير ايبل تو. او ان انت تشيل وير ايبل تو على بعضها وتحط كد. يعني احتمال لن الجملة دول كالقاتي. شي ويشز. شي وير ايبل تو بلاي. او شي ويشز شي كود بلاي. خمسة وتمانين. اي ويش اي وير اي بوت ماي موبايل فون. بيقولك يا ريتني. يا ليتاني. ما نستش انا وضعت هاتفي. ما نستش في الماضي فعشان كده ناخد هادنت فورجتن. ستة وتمانين. وين شي وز يونجر ليلا ويشز اوشد شي ريد فاستر. ايام ما كانت صغيرة السن تمنت لو انها استطاعت ان تقرأ. او تستطيع ان تقرأ. فعشان كده هناخد كود. اه. ولكن الجملة دي كان المفروض يعني تبقى كود هافرد او شي ويشد شي هادرد. لان بيقولك في الجملة لما كانت صغيرة. تمنت لو انها استطاعت فاستطاعت دي ماضي. فالمفروض تبقى كود هافرد او هادرد. حققا للحق. سبعة وتمانين. اه. بيقولك ان علي والله دلوقتي عيان خالص بيقول يا ديت وكان يعرف يجي الحفلة يعني من بالاختيارات طبعا. علي فالفاعلين واحد فهناخد كود. طيب تعالى بقى الجملة اللي بيقول لك اخت دلوقتي بتكتب. يا ريتها بتخلص بسرعة. يا ليتها توافق على انتونجز سريعا. فعشان كده يا ريتها ترد تخلص بسرعة. تسعة وتمانين علي بيقول لك علي بيتمنى لو انه يستطيع ان هو يبحر بالمركب او بيبقى. بيقول لك ده ربما يحدث. ولكن على مستوى الشخصي ما تمناش ان لذلك يحدث يبقى. خبالك وقالك هنا. طيب علي يتمنى لو انه قرأ قبل ان يجيب الاسئلة فالجملة ماضي فناخد طيب اتنين وتسعين بيقول لك بيقول لك يا ليتني زورتو والله ماضي يبقى طيب تتسعين بيقول لك اتمنى لو انني استطيع ان ازورهم يبقى ميت. يا ليتني امتلك سيارة فناخد هاد. تقول يا ليتني امتلكه. ولكنني لا امتلك. عارف لو بدل هنا كنا خدنا هاد هاد. خمسة وتسعين بيقول لك اتمنى لو انني ايه? الغداء قبل ان اغادر او قبل ما غادرت يعني للشغل والجملة كلها ماضي في ماضي فعشان كده هتستخدم ماضي تام اللي هو هاد ايتن. لان اقول لي يا ليتني تناولتو. انا كده خلصت الخمسة وتسعين جملة اللي موجودين في كتاب ما يا فرند. ان شاء الله هعمل الفكرة دي مع كل القواعد بالترتيب من اول وحدة ولكن انا حبيت ابدأ بالوحدة دي لان هي قاعدة يعني في شكلة كتير بتصدر منها فاتمنى انها تفيدك. قبل ما تمشي يا ريت كده زي ما تعاهدنا في الاول ان احنا نقاتل معا فانت اعملي لايك عشان يبقى انت كده مسك وسلاح معي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.